دائما هولندا أيضا فازت باينما المدخم تشيلي نتذكر خروجه من أمام برازيل في ترشيح صحيح صحيح أظن دائما الحظ يكون بجانب فريق لاجرديني لكن أظن الآن تختلف ظروف الآن التركيز مهم دور حراس المرمى كبير جدا في مثل المباريات برابو قدم بطولة كبيرة هو روميرو نفس الشيء بالنسبة للحارسين يعني أظن أن الآن عندنا دور كبير في تصدي لحد الضربات لي ربما مساعدة الزملاء على الفوز بهذا اللقب والتركيز كذلك من طرف العوبيل نعم كابتل سامي لا أدري مسكنان المتأسهر يخافض الرقال ترشيح أو لن يسجد لأنه مصاب لا أدري لكن أنت ماذا تقول الآن قبل أن تلاحنا هذا التفضل بس اختصارا للمباراة أعتقد أن يتحمل ثلاث الوصف دياس وفيدال وآرانجيز بالإضافة لابيسو جورو يسلم كنوع من سيطروا على المنطقة اللي كان فيها يلعب باستولي وميسي وهذه المنطقة الحضيرة لكن بالنسبة للمباراة أعتقد تفوق تشيلي واضح في بعض الفترات ولكن هذا التفوق وهذه الدفعة المعنوية الكبيرة وهذه الروح العالية التي قدمتها هل لها أفف في رقالة ترجيحة أعتقد أنها ما عدت خمسين خمسين والحارسين أعتقد لهم دور في المباراة نعم إذن ربما أن تشيلي ستصور أولا إذا أصابت هذا له فائدة وإذا أكفت له ديس أدفانتج كما يقولون أذهب إلى الزميل عصام الشوالي وبقي الزمال معلقين كلا الترجيح وتحديد الفائز بكوبة أمريكا الرابعة والأربعة شكرا أيمن ضربات تل الترجيح التي ستفصل وتكون الحاسمة للتعرف على قوية بطل كوبة أمريكا هل فيه خمستاش في أرضك يا شيلي أول كورة فرنانديت لعب شيلي ضد روميرو فرنانديت ضد روميرو غوية غوية يا مرة أخرى عن فرنانديت غول كغول للشيلي 1-0 ملا روح روح انتصارية في ضرب جزاء باش يقطع عروقه فرنانديت شوف الكورة وشوف الكورة في الثقف جيبها يا روميرو 1-شيلي 0-ارجنتينا ضرب جزاء ياش رحمة ياش رحمة ناس تشوت مليح ليون الماسيا والكورة انجح في الكورتوس ضد كولومبيا 10 اهداف من 46 في المباريات مع الارجنتي كانت بضربة الجزاء ماسي ضد كلاوديو برافو الثناء الكتالوني انت يا كتالوني مع من تناصرين من اكيد مع الولد الذهبي مع الاسطورة ماسي ماسيا من برافو يعرفوا وين يشوت يتدرب معاه ويشوت الان حوت حوت لشكون يمشي يتقدم ماسي وبرابو جول جول دي ليونيل جول دي ليونيل هدف لهدف قوموا تزحروا ماسي عريس واحد واحد ارجنتينا ملا كورة وملا برافو يعرفوا مليح يعرفوا مليح مشالها مشالها براسك تقريب حد يده عليها ولكن هربت به هربت به ورد بالك تهرب بيك واحد واحد الشيلي لارجنتين واحد واحد يا اوتاماندي نظر للسماء الان هو ارتورو الان هو بيدال الكنج بيدال خضرة في طريقه ولا حمرة نستوب حمرة فيها رشة ورشة فيها هزيمة وهزة يمشي يتقدم بالنروخة ويحطة جول برشة حظ جول 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 دلشيلي دعو صونو دلروخة يتصدى روميرو لكنك بسيدك اك بسيدك يا روميرو ناقص كالسيون في سواب عيدك يا روميرو هنا روميرو وانا في دال وحبته دخلت اثنين واحد ما صداش ما وقفاش روميرو اتضغط على الارجنتين اثنين واحد لفريق الدار الشيلي شوف كانوا هدف على طريقة احتفالات بولي نعم يا ميدال هو جول هي السيلبا جول جونزالو وبرافو وتخوف جونزالو يقويين يخوف برافو جونزالو وتخوف 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 زاياحهم 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 اللي ما يتسماش جونزالو ضيع الكاس على قلف الضرب الثانية ما زالت الخواتيم مش ممكن انفجار في الشيلي انفجار في الشيلي لا تتفاجهوا ولا تخشو ليس زلزال ليس زلزال ضرب السانتياجو انه مدمر انه جمهور الشيلي انه وين وين يا حبيبي فين وين يا حبيب الملايين وين وين كورة خايفة على السقيه وكورة شاطة بسقيه كيلو مترات حمرة الأولى والأحمر يتقدم اثنين واحد العشرين آرانجيز آرانجيز هذه منعرش الكاس هذه مفصلية بالكاس هذه كورة سهل برشابور الكاس آرانجيز ولا روميرو يمشي آرانجيز توقف آرانجيز يمشي آرانجيز حتى جول ترسارو دالشيلي ثلاثة واحد جول جول دي ماروخة جول ثلاثة واحد يا الشيلي ثلاثة واحد يا الشيلي في موش بالمباراتيس تنابل يا تنابل صدقني شوتو في تنابل لو تمس الكورة في دي الرومير ولا حارس يتحرق آب 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 آرانجيز جاي بانيجا رت بالك يا بانيجا إيبر بانيجا يضيع خلاص تسعة وصيف المية برافو كمبيون لكم بامريكا قدام الرئيسة يا بانيجا انتو مبرايستكم ومبرايستهم تحية المرأة الرئيسة تحية بناتو حواه انكون لبانيجا بنو آدم ضايحة ضايحة فنيتو 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 كوب أمريكا فنيتو الشيلي كمبيون الشيلي كمبيون لا يا ليولا لا يا ليولا لا يا مسي لا بانيجا وبرابو برافو ميلي برافو كراسي ميلي كراسي ألف شكر مليون تريليون شكر ليك برافو يصعب شعب الشيلي قدام الأرجنتين ثلاثة واحد ثلاثة واحد إذا يجيبوها يربحها إذا يجيبوها يربحها وبالشيلي يقولولهم قوموا تسحروا قوموا تسحروا لكوبة للمرة الأولى في التاريخ منتخب استهلها فريقي يستحقها بقدمي أليكسيس بقدمي سونشيز بيساقي سونشيز سبعه الكبير ثلاثة سانتي والوسطاني الثلاثة سانتي والصغير واحد سانتي أضرب الصغير بالوسط بالكبير جيب الرابع 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 شيني كعبيون دي كوبة أمريكا كوبة أمريكا للحمرة كوبة أمريكا للشيلي كوبة أمريكا للشيلي أربعة واحد سان باولي أرجنتيني ينيم خمسين مليون أرجنتيني اللي ما بدري مش مقو مش مقو ما فهماش ما لقاياش ماسي ما عرفاش بدأت الأفراح يا الشيلي الرئيسة ستعطي الكاس الغالية الشيلي تكفر بالكاس الذهبية كوب أمريكا رايو ستكون أنهم فازوا على الترسانة أنهم فازوا على المدمرين أنهم فازوا على المشاهير أنهم فازوا على كبار اللاعبين لماسي لماريا لمازكيرانو لا نفهم سر الدموع يا مازكيرانو قلبك خبيرك قلبك خبيرك الكاس في سانتياغو والفدة مرة أخرى للأرجنتين أي لعنة أي سو طالع أي مسلسل من الإخباق يا تواصل ماسي لا يقفر بلقب كبير مع الأرجنتين مع جيل ذهبي وهو لحاله جيل وهو بنفسه جيل وهو في حد ذاته ممثل الجيل الشيلي عريس أمريكا اللاتينية للمرة الأولى في التاريخ الشيلي بعد النكسات سان باولي أرجنتيني بكل أرجنتين وحقق النقب الغالي برافو يعطيه الصحة شاد كورة مهمة ولكن الملعبية شاطة مليه هو تدريب وليس ضربة محدش قال له قال له عملناها فعلناها الكاس ببلادنا خلناها برشلة جبناها نعم 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 رجال الشيلي يكسبون الأرجنتين البارحة خانوكي في حرب المنوين واليوم يقدرون بكي في ملعب الفوتبول دون تكراي أرجنتين دون تكراي جربعة واحد الشيلي بطل القرى الريح لخو وقتي نتنفس ونرتاح من بعد ما نرجع نعبر في الفوديوم التاريخي الشيلي أبو خالد لك خط ولك كلمة وسانتياغو اليوم على خط الأفراح والأرجنتين على خط النار من الاتفاق دون تبضل أبو خالد شكرا لزميل عصام الشوالي والبقية الزملاء المعلقين في انتظار تقريج آيبانس نعود أيضا مرة أخرى لكن أكون هميئا لتشيلي ولجماهيرها ومحميها مبروك هذا الانتصار حظ أوفر بالأرجنتين ومشجعيها الحقيقة لتشيلي توجت نفسها بجبارة وصنعت تاليك هذا أول لقب في كوبة أمريكا الشيلي أول لقب كبير في تشيلي التي سبق لها الحلة الثالثة في كأس عام 62 في سنتياغو وهذه المرة تفوز لأول مرة وتصبح ثامن أبطال كوبة أمريكا تاريخيا بينما الأرجنتين خشلت في معادلة رقم الأرجواي البطل القياسي لكوبة أمريكا بـ 15 مقابل وهذه طبعا ميشيل باقليت الرئيسة التشيلية تحتفل مع أبناء شعبها بهذا الانتصار أعتقد الحق أنه انتصار مستحق وأن الكأس ذهبت لما يستحق بدون أدنى شك إذا كان أخذنا دورة كاملة حتى بمباراة اليوم معناها تشيلي كان أفضل من الأرجنتين لعبة من أجل الكأس من البداية وحن تنفس